أستاذ ردواني تفضل أستاذ ردوان السلام عليكم عليكم السلام يا حسد كاتب بس أطمع يا أستاذ ردوان أننا نورط التلفزيون تسمعني من التلفزيون لو تكرم وورط التلفزيون عندي سوالين يا دكتور عامر تفضل عندي سوالين تفضل الحجة يعني استرناها الزيارة وسافرت السعودية عشان تحج وقعدت 15 يوم وبعد 15 يوم انتصلوا بينا قالوا هم لقى عودة لأنها تعبنة في المشتشفى وهي رجعت ومحجتش يعني جات قبل الحج بحوالي 15 يوم كده بس تؤالي الأول طيب اسمعني بس يعني هي راحت عشان تحج بس لسه ما كانتش أحرمت ولا حاجة هي راحت عملت عمره وبعد العمره بحوالي ثلاثة أيام كده تعبت وقدتها المشتشفى مرتين ورجعت خلاص ماشي ايه تاني وبعدين هي ايه لما رجعت عملنا لعودة رجعت هل يعني تكرت لها حجة دكتور هاكمل هاقول لحضرتك تفضل طيب سؤال التاني أنا عندي 75 سنة طيب يعني انت دلوقتي بتنسى عدد الركعات لا اقول ثلاثة اربعة اقول لا او تخليهم بدل ثلاثة اقول لا اهم اربعة وهو وازجوا سجل تنسى وبعدها امس السهو نفسه طيب اعجاب حضرتك اعجاب حضرتك حج ردوانا اول حاجة زوجة حضرتك راحت عملت عمرة وكانت عايزة تحج هي عملت العمرة وخلاص وما احرمتش بالحج وعادت قبل الحج عادت قبل الحج وهي كانت عندها زيارة ما عندهاش ماذا ما عندهاش تأشيرة حج فكونها عملت العمرة دي فهي عملت العمرة وعادت لكن هي ما كانش عندها تأشيرة حج عشان نقول ان هي كانت خلاص تلبست بأعمال الحج فبدل ما هي ما كانش عندها تأشيرة حج فهي كانت رحى عشان الحج ورجعت قبل ما تحج فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى واسع فضل واسع سبحانه وتعالى فضل واسع فضل واسع لكن هي عشان تدخل بقى وتبقى من أهل الحج كان لازم يبقى عندها تأشيرة حج فإن اللي حاصل فببساطة خالص هي لما رجعت ان شاء الله فضل واسع سبحانه وتعالى لكن ما ينفعش ان احنا نقول ان هي بدل ما حجتش انت الدولاتي بتقول والله حيلة بينها وبين ان هي تحج لا بس ايه في الاساس ما كانش عندها ما يسمح لها بان هي تحج وان هي بقى عندها تأشيرة حج وخاصة بعد التنظيمات الموجودة دلوقتي دي اللي فيها حفاظ على حياة الناس اقول لك حاجة يا حاج ردوان احمد ربنا ان الحاجة رجعت لان لو ما كانش عندها هذا كان ممكن تتعرض لمخاطر كتير فاحمد ربنا ان هي رجعت بالسلامة اما مسألة ان ربنا يتفضل عليها ربنا كريم سبحانه وتعالى يتفضل عليها ان شاء الله بنيتها ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لها ده لكن ان هي خلاص كانت تلبست بالحج ونعمل معاها معاملة الشخص اللي هو حبس عن الحج فالجواب لا هي لم تحبس عن الحج لان هي لا هي نوة الحج ولا هي كان معاها تأشيرة الحج يبقى لتنين الحقيقة التانية بقى ان حضرتك بتقول لي انا بنسى كتير والسن بقى عندي النسيان ده انا مش قادر احكمه ومش قادر امنعه فانت بتعمل ايه فبتنسى ان انت تسجد سجود السهو انت بنبني على الاقل وبعد كده بتنسى سجود السهو سجود السهو اذا نسيته لن يؤثر في هذا لان هذا بيجبر الصلاة واحنا عندنا قاعدة بتقول المصغر لا يصغر المصغر لا يصغر يعني ايه انت تنسيت سجود السهو فصلاتك صحيحة مدومت اتيت بالركعات الصلاة على وجهها او انك اذا شككت اتيت بما يتمم هذه الركعات فصلاتك صحيحة وليس عليك شيء